السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي كوبانات عمينية يلا نشوف قرص الافرام مع بعض طبعا المكونات اللي معك دي اختياري يعني انا عاملة لبن رايب اللي هما بيقول عليه لبن قاطع تقدر تعملي بكوبات زبادي بشوية لبن بودرة او بمية ودقيق وزي بس زي الافرام لكن انا مزودة بس قيمة غذائية للحاجة لكن انا هنشرح في الفيديو هنشوف استرف معلقة صغنانة خالص زي هتشوف دلوقت معنا كيلو منص دقيق انا بشير الدقيق يا جماعة ما بيعجيبش شكاير ولا حاجة لانه عشان ما يسويس منك وياخد رطوبة او يعفن بيبقى الاهضار فيه كتير الصراح كيس بيكينج بودر انا بستخدم اللي هو تاج الملوك ده انا بجيبي التاني اللي هو فيه فيه محسن ببوز الاكمعة ما بسترحش فيه جربته في حاجة كتير مش عارفة بقى مش مزجوط يعني كيس بيكينج بودر ده كيلو ونص دقيق بص كيلو دقيق بياخد كبشة سكر اللي هو مثلا معلقة اكل مليانين ثلاث معالق كيلو ونص دقيق ده خد معايا كبشة كبيرة مليانة دقيق مليانة سكر ونص معلقة ملح ملح ما بيبقاش كتير خلي بلك مباشرة ما حلوة اولا ما بيبقى وكيس خميرة فورية اللي هي دريم فيه انواع كتير اولونها احمر في السوق هات دريم لانها الانواع دي ما بتشتغلش في العجينة هتخلي العجينة معاك طول اليوم موجودة معاك من غير ما تخمر صدقين ده بقى هو ده الاساس بقى الكيس ده الكيس ده بخمسة جنيه ده محسن خبز خبز يعني بيبقى الفين وللقيزر للمشالتة الحاجات دي غير محسن الكايك الكيلو دقيق انا بحط عليه عارفة معلقة الشاي بجيب نصها كده مش مليانة كمان وتحطيه ده بيغنيك عن حاجات كتيرة جدا في الخبيز اولا بيحسن مستوى التخمير وطعم الحاجة دي معايا اشطة قولي تلات معلقة اشطة مثلا الاشطة والزبدة الفلاحة بتدي طعم جميل جدا جدا وبتبقى فامية اللبن يعني وطبعا ده اختياري برضو كيلو الدقيق بياخد معاك ربع مجزات عايزة تحط حتة اشطة ماشي وشوية الزيت آي حتة زبدة الفلاحة حلوة جدا كده يعني محسن الخبز بيوفر عليك خمات اللي احنا بنعجينه ده هيطلع زي الفينو بتاع الأفرام بزبط انا عامنا لبن رايب او لبن قطع زي ما انت بتقولي عليه بتنزلي واحدة واحدة بيبقى درجة حرارة الغرفة طبعا او مدفية في المجر الفخر ده او مدفية عن نار طبعا لو كتل منك او بقى زي متفل منك كده او مقاستك منك بتروحي ضربها في الخلط بيطلع جميل جدا انت بتضيفي بقى اللبن الرايب واحدة واحدة او المية واحدة واحدة ممكن بتحط شوية لبن بضرة عليهم مية عادية حليب عادي لبن يعني عادي كباية زبادي مثلا وحطى مي برضو حيهدك نفس النتيجة محسن الخبز ده بيشغل على خهايات دي من جوه عبارة عن انزيمات وحمضيات ومحسنات ودسة فبينقلك العجينة فعلا ومستوى التخمير للحتة تانية خاصة طبعا احنا بنقلب بقى معنا كده اهو بتدخلي بقى بنراحة كده اللبن او السائل الحاجات الطرية اللي انت بتقل المخبوزات الطرية دي بنحط اللبن او السائل الاول وبعدين ننزل بالزيت لكن الحاجات الدسمة دي احنا بنقلب السامنة الاول وبعدين شوية اللبن او الميا الحاجة لما بتاخد السائل بتاعها تبقى طرية وهشة ونأكد لكن لو الحاجة دسمة لو اديت المياه الاول غلط لانك بتشرب الديق مياه الاول هنتم عارفة كمية الزيت اللي انت عايزة بنعجب مع بعض واحدة واحدة كده العجنة بتاعتك بتبقى منزقة في ايدك وانت بتشتغلي فما تقلقيش مجرد انك هتعجينيها وتحط عليها شوية الزيت والسباح تستريح هتلاقي التلزقة راحية انت طبعا نشتغل بايدك عادي احنا بس عشان البصور بنشتغل بالسائل بالاسباتيور اهلا شوفيه اتعجبني بقى منزقة اللي في اليد ده كيلو الدي بياخد معاك ربع كوب زيت انا حطى قشطة القشطة للطعمة وللتروة جميلة طبعا ما عندكش قشطة حط الزيت بس اه عندك اي سامة مثلا هتحطت تلات معالي اولا حاجة السامة طبعا بتخلي الحاجة مرملة فما تكتريش من السامة يا زيت يا حت الزيت ده ما تقلعيش بقى ما تحط الحاجة وتلاقي العجينة ملزقة كده وفرولت منك ما تقلعيش مجرد انك هتغطيها وتسيبها ع نص ساعة ولا حاجة فترجعي تلاتي جميلة اهلا التلزيق ده ما تقلعيش اللي في ايدك ده عجينة بايدك التانية هتلاقي العجينة هدوبك تلزيق وسايبة الحلة وسايبة ايدك وما فيش مشكلة التلزيق ده لما بيبقى جاي من السائل احسن ما بيبقى جاي من السامة انت طبعا انا بحب عجينة في حاجة كبيرة بيبقى بديل للعجان بقى مثلا انك تجيب الدقيق يمين شمال التخبط في الدقيق بيزود العرق التاعي لما بتخبطي في الدقيق ويعدت رقعي فيك طبعا ما عندكش عجانة هتغطي الحاجة وبعدين ترجعت الشغل بعدها بعشر دقايق هتلاقي ريحت وجنل وطبعا اساس نجاح الحاجة التخمير احنا عجانة حلوة والتخمير الحلو بقى هنغطيها والعجنة الحلو هنغطيها وبعدها بعشر دقايق اروح امديها عجنة حلوة وبعدين ما غطيها هسيبها تخمر ممكن تهبطيها تاني وتخمريها تاني التخمير الحلو العجنة كويسة ماشي وبعدين ما تحطيش خميرة كتير جدا جدا في الحاجة بيملحها ويبوصوا الدهون الكتيرة برضو بتفروا للحاجة نغطيها بقى احنا في الشتة ده ممكن ابيتها برا تاني يوم ممكن احطها في التلاجة لو انت مزنأتي في اي حاجة مثلا بتغطيها بالستريتش لو اي كيسة عندك لان الحاجة البلاستيك دي بتكتم سوائل التخمير فيزود التخمير طبعا انا طبعا بحب الصواني الالمونيا في الخبيز دهنت كل الصواني زيت دهن الزيت ده بيعمل ايه؟ دهن الزيت بيخليلك الفطرة تتحمر من تحت حتى لو انت بتعملي تفال او اي حاجة هاتي منديل وزيت بليه زيت ودهيني كل الصواني هيبقى طبقة صغيرة خاصة اولا حاجة ما تلزقش مهما حتى لو تذالي وتديك تحميلة جميلة جدا جدا للقرص من تحت انا حطت قطعتهم شفت الفققاء ديت وغطتهم فوق بعض احطت الصواني بتاعت كلها فوق بعضها وبعدين بدأت تفريتها جنب بعضها كده وصيبها تخمر تاني بتولعها الفرن بتاعي تقبلها بخامس زي كده يكون حامي وتدخل الشوية والفرن من قدمه عبعضها تلاقيه بياخد له موحد من فوق طبعا التخمير الجميل ده والنتيجة طبعا محسن الخرز ادى نتيجة احلى من المعتاد الصراحة محسن الخرز مش ضرب يا بنات استخداميه بالمعقول اصلا البكنج بقدر بتاعنا نحن المستمرين هو اصلا كيميائي خلي بالك وكل المخبوزات اللي انت جيبيها من فرن عليها محسن وبكميات كبيرة كمان يعني ديت انا اي ده من تحت واي ده من فوق اهو انا الصواني اللي عندي بتاخد كيلو من وص دي بالضبط وطلع القرص جميل اهم حاجة تدخل على فرن حامي اهو اللي اديك اللون الموحد ده الشواية من فوقه من تحت وما تبقاش تحت الشواية يعني ما بحطوه من تحت الشواية ما بيتلاسها اهم حاجة بعض ما تطلعيها بتاخد القرصة تروحي قلبها على وشها عشان ما تعراقش من تحت لو عرقت من تحت تديك تعجينة كده وديك تعامي ناي درجات التحمير بقى انت حورة فيها عايزة تحمير اكتر من تحت من تحت كده من تحت مش مشكلة بتدوار الصينية برضو خلي بالك اهو شوفت بقى دي اهو ممكن تعشر المسام دي ما تجيبهاش من غير محسن الخبز حتى الحاجات الدقيق المخصص المعجنات والحاجات دي بيبقى عليها محسن خبزة خلي بالك فالكيس اللي احنا جاملينه بخمسة جنيه ده نص معلقة شي صغيرة على كيلو الدقيق انا عاملة كيلو نص وحطة عليهم نص معلقة شي صغيرة مليانة كده نص اه يطلع معاك بسم الله المسام دي ما تطلعهاش بالطرقة دي وبعد ما فردت في الصواني سبتها يخمر برضو بعدين دخلتها عنا اطلع معايا خمسين فطرة وبسم الله ماشاء الله جمال جمال جمال